في الحقيقة يعني في ظل الأخبار الكتيرة العالمية اللي بتحصل والأزمات العالمية كمان تحديدا من تضخم والأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها لكن الحمد لله الوضع حتى الآن في مصر مستقر للغاية وفيه أخبار كتيرة إيجابية يمكن من أهم الأخبار دي التقرير اللي أصدره البنك الدولي عن الاقتصاد المصري التقرير ده رفع فيه توقعاته لنمو الاقتصاد المصري السنادي تحديدا بأكتر من المعدلات اللي اتحققت قبل كده أثناء أزمة كورونا ده إنجاز إنجاز كبير ما كناش نتوقع اللي احنا نوصل ليه من غير الإصلاحات المهمة اللي اتعملت فيه الاقتصاد المصري في 2016 تحديدا ويمكن هي الإصلاحات الأهم في تاريخ الاقتصاد المصري على مدى السنوات اللي فاتت والأصلحات دي هي اللي خلت الاقتصاد عنده مرونة مرونة شديدة جدا في التعامل مع الأزمات إنه هو يدر له يتجاوز ويحقق كمان معدلات نموه متوقع مرتفعة في الفترة دي تحديدا ويدر له يمتص كل الصدمات الخارجية اللي ما بتحصل يا منه أكيد التقرير اللي أصدره البنك الدولي مهم لأسباب كتيرة منها مثلا التوقيت يعني إحنا في أزمة عالمية بتضرب أكبر اقتصاديات العالم ورغم كده بنلاقي مؤسسات الدولية عندها ثقة كبيرة في اقتصادنا وثقة كمان في إنها نقدر نحقق معدلات نموه أكبر من اللي حصلت في السنوات اللي هي ما قبل كورونا الأرقام بتقول إن من المتوقع إن إحنا نحقق 6.1% معدل نموه السنة دي ودي نسبة كبيرة جدا دي أعلى مثلا معدل من 14 سنة فيه ده حقيقة نسبة يعني بتؤكد دايما زي ما بقول إن فكرة الإصلاحات الاقتصادية دي من ألولاها ما كانش الإشارات اللي إحنا بنشوفها يوم بعد التاني بيه اللي بيحصل في الاقتصاد المصري لكن كمان التقرير أشار ليه نقطة مهمة جدا وتفصيلة مهمة جدا وهي إن النمو الاقتصادي في مصر هيكون مدعوم بدفع قوية من صادرات الغاز اللي استفادت من ارتفاع الأسعار العالمية أو بالتأثرات اللي بتحصل خارجيا غير إن مصر شهدت نشاط اقتصادي أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية 2021-2022 وده بيعكس حاجة مهمة وهي إن القطاعات اللي اشتغلت عليها مصر طوال السنين اللي فاتت نحن النهاردة بنجني ثمار هذا العمل تحديدا اللي حصل خلال الـ 8 سنوات اللي فاتت زي قطاع الغاز اللي حققنا منه الاكتفاء الذاتي في 2018 ودلوقتي بيحقق معدلات كبيرة جدا في التصدير الخارجي وهنا بقى بنتكلم على فكرة اللي احنا نشتغل على الأزمة اللي موجودة زي اللي احنا نقدر نستفيد منها تحديدا يا منا يمكن فيه تصريح للمفاوضية الأوروبية بيقول إن الشتاء ده هو هيكون الشتاء الأسوأ على أوروبا فنقدر اللي احنا بسبب أزمة الغاز اللي أكون موجودة من الغاز اللي بيتصدر لروسيا فنقدر اللي احنا نستفيد من ده ونصدر غاز ليهم كمان أعتقد الغاز ده مجرد مثال لكن أعتقد إن فيه أمثلة كتير جدا وقطاعات كتير جدا سندت الاقتصاد المصري في أزمة كورونا اللي فاتت والأزمة الاقتصادية العالمية اللي موجودة دلوقتي بنتكلم بقى عن بنية تحتية قوية بتمثل عامل جاذب للاستثمار والتنمية وكمان كل القطاعات الانتاجية اللي بتوفر فرص عمل وبتوفر كمان منتجات مش موجودة في السوق وبتحرك عجلة التنمية والاستثمار وكل ده بينشط السوق وبيدعم الاقتصاد بشكل كبير أنا عايز أقول لكم إن شاء الله ربنا حيكرمنا أكتر وأكتر بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر